بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن شاء الله النهاردة في الفيديو هنشرح ونوضح مع بعض ريليل الطيار طيب أولا للي ما عرفش إيه هو ريليل الطيار أو ما يسمى عندك مجموعة الكباس أو أي مكان ريليل الطيار ده كل وظيفته إنه هو احنا طبعا عارفين إنه احنا عندنا مطور التلاجة بيتكون من ملف تشغيل وملف تأويل طيب ملف التشغيل ده هو اللي بيكون دايم وشغال على طول ما المطور أو الضغط شغال لكن كل وظيفة ملف التقويم إنه هو بيقوم يعني وبيوصل له طيار بيقوم المطور وأول ما المطور ياخد سرعته الطبيعية المفروض إن ملف التقويم إيه اللي بيحصل إنه هو بيطلع برة الدايرة ولكن طبعا لو هو استمر في قلب الدايرة هيحصل مشكلة ولو برضو ما اشتغلش من البداية برضو المطور مش هيشتغل وفي نفس الوقت برضو يبقى الوظيفة اللي هي بتاعت المطور أو الضغط ما قمتش على أكمل واجه طيب اللي احنا بنحتاجه من المطور أو الكباس أو أي إن كان الضغط اللي حيارات بتسميع عندك إنه هو بيشتغل ياخد سرعته ويسحب الطيار أو الأنبير الطبيعي بتاعه وبعد كده المفروض يستمر في الشغل زي ما هو طيب كنا احنا شرحنا في فيديوهات قبل كده برضو إن انت مثلا إزاي تقدر تشغل مثلا أو طريق التشغيل المطور ده مباشر يعني مثلا مفيش مجموعة عندك ومفيش أي حاجة أو انت شاكك مثلا في المجموعة ومحتاج إنك تجرب مثلا الضغط بس تطمن الأول على سلامته ومهدي كده مثلا هتشوف هتجرب له مجموعة طيب الطريقة اللي احنا كنا قلنا بيها أو شرحناها إن انت كنا احنا قلنا إن في طرف لملف التقويم وأيضا في طرف لملف التشغيل زي ما هو بيبقى زي ما هو واضح في الصورة دلوقتي وكل اللي احنا بنعمله إن احنا بنوصل توصيل لحظي ما بين الطرف اللي هو ملف التقويم وبين الطرف اللي هو ملف التشغيل يعني أقل من ثانية المطور بياخد سرعته يسحب أمبيره الطبيعي وبعد كده بنشيل إلينا طيب هل طبعا إحنا مش كل مرة أثناء تشغيل أو الشغل الطبيعي بتاع مثلا أي داية التبريد إن احنا هنعمل كده بالمفاك لا طيب فطرنا أو إن احنا اضطرنا إلى إن احنا مثلا نعمل مجموعة أو ريلي يكون حاجة وظيفتها إن هي تعمل نفس الوظيفة اللي احنا بنعملها بالمفاك أو بأيدينا يا داوي اللي هي هتعمل إيه اللي هي هتوصل ملفات التقويم توصيل لحظي لحد ما المطور ياخد سرعته يسحب أمبيره الطبيعي وبعد كده تخرب ملفات التقويم من الدايرة طيب فيه حاجات كتير جدا اتعملت يعني مثلا زي ريلي الحراري وهو زي برضو اللي هو الفولتش ريليي ومن ضمنها برضو الحاجات اللي هي زي ما حضرتكم شايفين في الصورة الريلي دا وده يسمى اسمه العلمي ريلي الطيار طيب! تسمي ريلي الطيار لي كل اللي بيحصل في الريلي إن الطيار بيتوصل هنا يعني بيتوصل طرف كهربا هنا وبعد ما طرف الكهرباو بيتوصل هنا بيعدي على الملف اللي حضراتكم شايفينه في الصورة ده ومن الملف ده بيتوصل في الطرف الخاص بالملف التشغيل اللي بيكون في الضغط وطبعا أول ما بيعدي طيار فيه هنا جوه الملف ده عبارة عن قطعة حديد ومتوصل فيها هنا نقاط توصيل بيحصل طبعا ملف التشغيل بيسحب أمبير عالي فبيحصل هنا جال مغماطيسي قوي فالنقاط القطعة دي بتطلع لفوق تلمس النقطة دي بالنقطة دي والنقطة دي بتكون متوصلة في الملف التقويم اللي بيكون في الضغط فطبعا ساعتها المحرك أو المطور بيقدر أنه ياخد سرعته طبيعية والأمبير بيرجع في ملف التشغيل يرجع طبيعي تاني فمن مجال المغماطيسي اللي كان هنا قوي أصبح ضعيف وأصبح النقاط دي بتنزل تاني القلب الحديدي اللي هو بيبقى جوه هنا بيرجع لوضعه الطبيعي وبيفصل هنا برضو ملف التقويم عن طيار الكارابة اللي بيبقى مار فيه وده بكل بساطة وأرجو أن يكون الموضوع سهل بالنسبة لك كل اللي بيحصل في ريليه الطيار عشان يقدر أنه هو يشغل هنا الضغط أما بالنسبة أنك إزاي تقدر تختبر الريليه تعرف هو مثلا شغال ولا مش شغال وأيضا إزاي تقدر تحدد النقاط اللي بنوصل فيها الطيار إن شاء الله هنشرحها في فيديو آخر قريب بإذن الله ولو في أي حاجة مش واضحة بالنسبة لك ممكن تكتبها لنا في التعليقات تحت وإن شاء الله هنرد عليك في هره وقت ولو طبعا عجبك الفيديو ما تنساش دعمك لينا باشتراكك في القناة والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته